المهن الموسمية في شهر رمضان المبارك ودورها في تنويع مصادر الدخل هو موضوع حوارنا اليوم مع ضيفنا الأستاذ عبدالعزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي الذي ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو مساء الخير سيئة عبدالعزيز مساء الخير أستودي يعني تزداد وتتنوع المهن الموسمية خلال شهر رمضان المبارك أولا نود أن نعرف انعكاس هذه المهن على مصادر الدخل ومساعدة الأسر على تجاوز بعض المصاعب المالية هو كل المهن المدرة للدخل هي تساعد فعلا على تحسين وضع الأسر وكتساعدهم على كسب الرزق وعلى تحسين دخلهم وتنوعه مصدر العيش كيقولهم تنوع بالنسبة للمهن الموسمية هناك مهن طبعة الحال قديمة لها تاريخ قديم ومنها من المهن التي بدأت الآن في المقراض بحل مهنة الطبال أو المصحرات أو غير ذلك وهناك المهن من طبعة الحال التي تجدد نفسها خاصة المهن المناسبة المرتبطة بالأطعيمة أو بيع الألبيسة أو الطرفي أو حتى المهن الخدماتية هذا شيء موجود من طبعة الحال بالنسبة للمهن الموسمية لكن أغلبها غير خاضعة للتنظيم ولا للمراقبة أغلبها تمارس بشكل غير مهيكل وغير منضم في مجملها تحسن فعلا وضع الأسر وتزيد من دخل الأسر لكنها غير قارة وغير مستديمة وما دمنا نتحدث عن مهن غير مستديمة وغير قارة وغير منضمة ولا تخضع لمراقبة الدولة فمن الصعب أن نقول أن الدخل له دوام وله استثمار وله الدخار وغير ذلك من المسائل التي تساعد الأسر على ضمان استقرارها الدائم طيب هل يمكن القول بأن قدوم شهر رمضان المبارك خلال هذا الوقت بالذات تزامنا مع قدوم عطلة الصيف سينعكس إجابا على وضع العديد من الأسر التي ربما تسفيد من العطلة المدرسية لإشراك أطفالها في المساعدة على النهوض بميزانية الأسرة طبعا الأسر المغربية خاصة التي تعمل بشكل غير منضم يعني هناك من طبع الحل عدة مهن تكون منضمة يعني هناك تجار يمارسون مهم جديدة لكن في إطار محلتهم أما حينما نتحدث عن المهن غير المهيكلة فمن طبيعة الحال تتضافر الأسرة في المغرب تتضامن للعمل من أجل تحسين الواضع ومن أجل دخل جديد خاصة في بعض المناسبات أحيانا نجد بعض المناسبات المرتبطة بالفصول في الأحياء مثلا كالجني وكالحصد وكالحرط وغير ذلك أحيانا بعض المهن المرتبطة مثلا بالجانب الحضاري خاصة بالنسبة للتجارة والمعيشة وغير ذلك مثل هذه طبعا يلتجئون إلى من طبع الحال توظيف كل طاقات والمساعدة منهم من طبع الحال الأبناء الذين يخرجون إلى العمل في مثل هذه المناسبة العطلة الحال المدرسية تساعد على ذلك من طبع الحال تساعد على ذلك لكننا أمام موجة أخرى قد تؤدي إلى عدم الدخار أو عدم الاستثمار في مشاريع صغيرة أو مديرة للدخل لأننا أمام متطلبات أخرى قد تواجه الأسر خاصة نحن على مقربة من بعد شهرين منها من العيد على مقربة من العطلة الصيفية على مقربة من الدخول المدرسي إذا نحن ألقينا بنظرين وهذا يقودني كذلك إلى سؤال آخر يعني أن مهما كان الدخل ألا ترى أن كثرة المصاريف المتعلقة بشهر رمضان المبارك والعيد والعطلة الصيفية يعني كل ذلك ألا يعصف بأحلام الدخار والتوازن الذي تحتاجه بعض الأسر هنا يمكننا أن نتدخل لنقول بأنه لا بد من تدخل اليد التأطيرية أو التكوينية أو التوجيهية لغير موجودة للأسف مثل هذه المهن أو هذه المهن أو هذه الحراف خاصة منها الغير المنظمة أو غير المهيكلة أو التي تعمل في الخفاء أو التي تعمل في إطال الاقتصاد المتوازي لما نتكلم عن الاقتصاد المتوازي نحن نتكلم عن اقتصاد غير مدرج مثلا في النتيج العام الداخلي لأي بلد كان مثلا غير خاضع للمراقبة غير خاضع للتنظيم لما نتكلم عن الاقتصاد أيضا المتوازي نتكلم عن نشاط الليم لا يدر ضريبة على الخزينة العامة للدولة ولا يمكن مراقبة جودته ولذلك نحن حينما نقول أن هذه الأنشطة فعلا موجودة وأن هناك تنوع نقول أن هناك أيضا تخوف من غلاء طبعا لأنه هاجس حقيقي هاجس حقيقي فعلا خاصة في شهر رمضان هذا هو شاهدنا في التقرير منذ قليل سي عبد العزيز أن مخاوف من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان هي هاجس المواطن العادي هو هاجس الجميع المواطن العادي والمؤسسات والدولة أيضا لذلك لا بد من تحكم في الأسعار بشكل قوي ولا بد من مراقبتها بشكل كبير ما الذي يجعل الأسعار ترتفع أحيانا في مثل هذه المناسبات أولا هناك مهن جديدة تظهر هناك بعض الأدوات والمنتوجات والأطعيمة تدخل إلى السوق بشكل جديد هناك انتشار كبير للمهن الغير المنظمة نحن نعرف أن 50% من نساء العاملات في المغرب الناشطات يعملون في هذه المهن الغير المهيكلة يعني الخفية كما نقول أو حتى لما نتكلم عنها الظاهرة فهي تدخل في إضاءة اقتصاد متوازي هناك 42% من الشباب يعملون في هذا المجال إذن هذه المهن غير مراقبة من طرف الدولة ومن طبيعة الحال لهم الحر يبقى أن يرفعوا الأسعار لكن بالنسبة للمهن المنظمة إذا تحدثنا عن رفع الأسعار فهذا إما انحراف وإما احتكار وإما ممارسة داتية أو مبادرة داتية طبعا تضرنا طيب يعني ككل أسبوع ما هي النصائح التي يمكن توجيهها للأسر التي تمارس هذه المهن خلال شهر رمضان المبارك النصائح دائما في إطار الاقتصاد الاجتماعي دائما هو التكوين والتأطير والتخطيط وضمان الاستقرار في المهن لأن المهن التي محددة في الزمان بالمناسبات أو بالنسبة للمواسم كيفما كانت هذه المواسم هي مهن لا تساعد على مزيد من الدوام على مزيد من الاستثمار على مزيد من الدخار وعلى تحسين أداء الأسر المغربية وضمان من طبعك حال دخل نستقر له الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات حول المهن الموسمية خلال شهر رمضان ورمضان